أم أن أي هدنة تكون في هذه الحرب بين روسيا و أوكرانيا سوف يستفيد منها الروس بشكل أكبر من خلال إعادة التموضع والانتشار يعني الروس سيستفيدون من خاصة في المناطق التي يوجد فيها احتكاك قريب بشكل اشتباكات يعني كأفراد أما بالنسبة لي القصف عن بعد فالروسيا مرتاحة تماما وتقصف متى ما شاءت يعني لا تحتاج لا إلا هدنة لتريح مثلا غواصة موجودة في البحر أو طائرة محملة في مطارها في روسيا أما الهدنة فستفيد منها المقاتلون القريبون من بعضهم في الاشتباكات هنا الحديث عن القوات الأوكرانية هل تم تجهيز القوات الأوكرانية لخوض حرب طويلة؟ هذه هي المفاجأة هذه هي المفاجأة التي أذهلت الروس من جهة ويعني أذهلت العالم أيضا أن أوكرانيا دولة يعني حتى يعني لمن يذكر عندما بدأ الحديث حول الإسلحة النووية وإعادتها إلى روسيا لم تتمسك أوكرانيا بالسلح النووي علما بأنه في بلدها يعني موجود وسلمته غير آبها به فبلد مسالم يعني تعتبر كيف يظهر من هذا البلد المسالم هذه المقاومة الشرسة؟ هذا ما أذهل العالم شبكة سي أنين نقلت عن مسؤول أوروبي سيادة العقيد قوله أن نحو ربع القوات الروسية المشاركة في الحرب على أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال تماما تماما يعني هلأ المقاوم الموجود داخل أوكرانيا من أبناء أوكرانيا هو يقاتل في بلده وبالتالي لا تزال إمكانية تأمينه وخطوط أمداده وإلى آخر موجودة أما جيش دخل بهذه الطريقة العشوائية وتفرق فيها الغابات والمستنقعات في أوكرانيا يعني كيف تكون معنوياته؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة